بسم الله الرحمن الرحيم معكم مسبة ريهان من مدارس القيروان النموذجية سنتابع الآن درس جديد لصف السابع من صور كتابة الهمزة المتوسطة حكينا أنواع الهمزة المتوسطة دائما ننطر إلى حركتها وحركة ما قبلها كتابة الهمزة المتوسطة لها حالات استثنائية إما أن تكون على ألف أو على واو أو على ياء أو على الصدر إذا رأينا الكلمة الأولى على ألف جاءت هنا فأس كتبت على ألف على واو مثل كلمة يؤدي وعلى ياء مثل كلمة مليئة على الصدر جاءت كلمة قراءة الآن بيحكي لك الحركات تأتي حسب قوتها الكسرة دائما يناسبها حرف الياء والضمة دائما يناسبها حرف الواو والفتحة حرف الألف والسكون علامة وليست حركة ويناسبها الصدر لذلك طلابي القاعدة العامة في كتابة هذه الهمزة المتوسطة أن ننظر إلى حركة الهمزة وحركة الألف الذي قبل هذه الهمزة وتكتب حسب القوة أن دائما كسرة ضمة فتحة سكون إذن حركة الحرف الأقوى الكسرة حكينا عن نبرة بئسة أو ضوئية وعلى ضمة مثل مؤمن مؤذن وعلى فتحة مثل سألة مرأة أما إذا كانت على السكون تكتب على السطر مثل كلمة قراءة أو عباءة استثناء هذه القاعدة تقول بأن الهمزة المتوسطة المفتوحة مد بالألف فهذه إذا كانت مد بالألف براءة ومفتوحة مد بالواو أن تكون الواو ساكنة يعني مروأة ومفتوحة باليا مثل بي أ هون فتحناها هذه الهمزة وأنواع حركاتها في هذا الدرس نرجع بنقول مرة أخرى أنه كتابة الهمزة المتوسطة لها حالات استثنائية ترسم منفردة على السطر إذا كانت مفتوحة بعد ألف أو مفتوحة بعد واو مثل كلمة مروأة مجزوءة وترسم الهمزة على نبرة إذا كانت مفتوحة بعد مثل مشيئة هنا أنا حضرت بعض الأمثلة هذه الكلمات أتمنى أن نحفظهم نعرف لماذا كتبت هذه الهمزة أو على هذه الطريقة لها كلمة تفاعلة برقم واحد وليست تفاعل لو حكينا تفاعل كتبت على واو لكن هناك جاءت بتفاعلة وكذلك تشاعم كفاءة جاءك تراء يتلاءم هذه الكلمات برقم واحد رقم اتنين مروأة نبوأة ورقم ثلاث ضوءها أربعة ضوءه نوءها خمسة متبوئهم متنبأهم تضوؤكم هاد بعتذر طبعا متنبؤهم وستة جزءا جزءان قرأ قرآن وردأ رديئان أو ردئان هنا جاءت الكتابة مختلفة من كلمة أولى أخرى لدينا في الكتاب بعض التدريبات ما أعطينا إياهم يحكي لك السؤال الأول أرسم الهمزة المتوسطة رسمة صحيحة تحافظ حنان على هيئة هندامها إذن كلمة هيئة با يا شروق داومي على المطالع فالقراءة غذاء للعقل كلمة قراءة كتبت هنا على السطر و ليس من المروء أن تنكر معروف الناس جاءت هنا على السطر السؤال الثاني يملأ الفراغ في الكلمات الآتية بالشكل المناسب بين القوسين إن لو طلعنا هون بنلاقي في عنا أشكال لهاي الهمزة أو وعلى نبرة وعلى السطر إحنا رح نختار واحدة منهم لكل فراغ موجود أمامنا ألف سألة أنا لما حكيت سأة إذن جاءت مفتوحة تكتب على ألف تتوائم في المكتبة تتوائم جاءت على السطر احرص في الكتابة على أن تكون كلماتي مقروعة ودال سممت بطاقات تهنئة بالعيد تهنئة جاءت على نبرة وها على قدر أهل العزمي تأتي العزاء حكيناها مكسورة إذن تكتب على نبرة التفا أول والإجتهاد في العمل أساس النجاح إذن تكتب هنا على واو الدرس كتير حلو طلابي وكتير سهل بحكي لنا بس في عنا كمان سؤال بقولك ركب الكلمات الآتية مراعي كتابة الهمزة المصورتها الصحيحة الكلمة الأولى تساؤل جاءت مضمومة إذن تكتب على واو سؤ لا جاءت مكسورة تكتب على همزة وسأ لا جاءت مفتوحة تكتب على ألف وتساء جاء قبلها ألف وهي مفتوحة إذن تكتب على السطر إذن درسنا هون بيكون انتهى طلابي و بتمنى أن نكون الدرس كتير ممتع وهو يتعلق بالكتاب الإملائية رح نحدد لكم إن شاء الله فقرة من الإملاء بهذه الكلمات و نراكم بدرس جديد إن شاء الله من وحدة جديدة الوحدة الثالثة إذن برجع بحكي لكم كانت معاكم مسبري هون من مدرس القيروان مادة اللغة العربية للصف السابع ودمتم سالمين ترجمة نانسي قنقر